أكد الاتحاد الأوروبي أن التكتل قام بأغذي زمام مبادرات وتدبير فعالة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارية مشيراً إلى أنه مع دخول قانون المناخ الأوروبي حيز التنفيذ منذ عام 2021 أصبح لدى الاتحاد الأوروبي إطار تشريعي طموح وملزم يغطي جميع قطعات الاقتصاد لتحقيق أهدافه المناخية وفي بيان له عبر الانترنت أوضح الاتحاد الأوروبي أن قادة العالم عليهم إظهار التزام جدي ناحية طموحات البلدان النامية بشأن المناخ وعبر الاتحاد الأوروبي عن تفاؤله بمخرجات مؤتمر كوب 27 المنعقد في شرم الشيخ موضحاً أنه يجب على مجتمع المنحين طمأنة البلدان النامية بشكل جمعي بأنه سيفي بوعده بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل أسرع